إلى هذه المدينة الصغيرة الواقعة على خليج عدن تتجه الأنظار على نحو المركز يجري الحديث عن تعزيزات عسكرية للجيش الوطني وصلت إلى مدينة شقرة التابعة لمحافظة أبيان قادمة من محافظة شبوى التعزيزات وفقا للأنباء المتداولة تشير إلى أنها تشمل مدافع متحركة ومدرعات ودوريات عسكرية على متنها عشرات الجنود بالإضافة إلى سيارة إسعاف اللافت في تحركات شقرة أنها أتت بعد يومين من اجتماع للقيادات الأمريكية في محافظة أبيان وتأكيدها الالتزام بتوجيهات رئاسية على الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض ومناورات جرت بين وحدات من اللواء 39 مدرع بقيادة اللواء عبدالله الصبيحي ووحدات من الحرس الرئاسي في شقرة المناورات كانت موضوعا لإحدى تغريدات السفير السعودي لدليمان محمد ألجابر الذي كتب بصيغة المحتج على المناورات المفترضة التي أجرتها القوات الحكومية في شقرة وسط قراءات من مراقبين توقعت أن تكون تغريدات السفير جزءا من عملية منسقة الهدف منها تذكير الانتقال بوجود خيارات أخرى للتعاطي مع تمرداته في عدن بينها استخدام القوة تطورات الشقرة يبدو أنها تأتي ردا على التعزيزات العسكرية التي دفع ويدفع بها المجلس الانتقالي إلى مدينة الزنجبار عاصمة أبيان التي تقع تحت سيطرة قواته في إطار أجنتة صريحة للمواجهة الوشيكة مع القوات الحكومية ومع جهود تنفيذ اتفاق الرياض تعزيزات الانتقال تضم أليات عسكرية وأطقما ومدرعات ومئات العناصر في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام تابعة للانتقال عن تأهب قواته لما أسمها معركة الحسم والخلاص إلى جانب أن تعزيزات كهذه تأتي متزامنة مع تصعيد للقوات المدعومة من الإمارات والتابعة لهذا المجلس في العاصمة السياسية المؤقتة عدن فقد أظهر الانتقال تعنتا في قبول إجراء قامت به القوات السعودية في المدينة لإحلال قوات جديدة لحراسة مطار عدن الدولي معظم عناصرها من أبناء عدن وعلى نحو تتبدى معه المواجهة في هذه المدينة مباشرة بين الانتقال والرياض خصوصا أن عدن تقع عمليا تحت النفوذ العسكري لقائدة التحالف بعد انحسار نفوذ الحكومة في العاصمة المؤقتة التي نوكبت بانقلاب جديد تحت مضلة ما يسمى تحالف دعم الشرعية